نكمل كلامنا آآ بعد ما خلصنا كلام عن السيمبل كيوبك ندخل على البادي سنترد كيوبك او البي سي آآ سي عارفين ان البي سي سي المكعب بتاعنا فيه تمانية آآ كورنر اتومز في كل كورنر فيه زرة وفيه واحدة في النص فلو انا عايز اجيب اول حاجة اجيبها زي ما عملنا في عايز اجيب اتومز فانا عندي مبدئيا كده زرة واحدة كبيرة في النص كده دي بتاعة المكعب ده بس زائد تمن زرات في الرقم كل زرة بتشارك بتمن يبقى اسم تمانية على التمانية يبقى فيه اتنين اتوم واحد زائد واحد اتنين اتوم جوه المكعب بتاع البي سي سي بعدد الزرات اتنين بعد كده كنت بجيب ايه بعد كده كنت بجيب ايه بي اف اتوميك باكينج فاكتور اتوميك باكينج فاكتور بيساوي ايه بيساوي حجم الزرات جوه الخلية على حجم الخلية حجم الزرات ايه هو انا كان عندي كم زرة? انا كان عندي زرتين يبقى اتنين في اربعة على تلاتة باي ار تكعيب. على حجم الخلية حجم الخلية كان ايه تكعيب? ما هنعرفين ان هو مكعب طوله ايه? وعرضه ايه? وارتفاعه ايه? فانا عايز اجيب علاقة بين الاي والان. انا في السيمبل كيوبك قبل كده اهو السيمبل كيوبك ده لما وصلنا حرف المكعب ده كده. الحرف بتاع المكعب لقينا نصه ده ار وده ار. يعني ده كده نصه قطر ار. وده كده نصه. فاقلنا ايه بيساوي اتنين ار. دي العلاقة بين الاي والار. بين اللي هو الاي والار اللي هو نصه قطر الزرة. تعال هنعمل في البي سي سي كده. فتلاقي اصلا زرتين بتوع الكورنر مش ملمسين بعض. زرتين بتوع الكورنر في البي سي سي مش ملمسين بعض. فهلا قدر اقول ايه بيساوي اتنين ار? لأ. ساعتها الاي ده المسافة دي كلها. فهنا الاي اكبر من اثنين ار. فانا دلوقت عايز اجيب علاقة بين الاي والار. اجيب علاقة بين الاي والار امتى? او ازاي? اجيب علاقة بين الاي والار لما اخد المستوى ده كده. المستوى اللي هو الدياجوني المستوى القطري. اخد المستوى ده كده. لو خدت المستوى اللي هو لو رسمناه فوق تاني اهو. المستوى ده كده. لو انا اخدت المستوى ده طلعته بره. رسمت له مصفت بره كده. هلاقي ايه? انا عارف ان الزرة اللي في النص في البي سي سي بلمسة التمن الزرات بتوع الكورنر. فهلاقي الزرة كده في النص. هراقي الزرة في النص. هراقي الزرة هنا كده. هنا. هنا هنا. نمسح الزرتين دول كده ونرسموه كبير بحيس ان تكون الزرة اللي في النص دي ملمسة الاربع زرات بتوع الايه? بتوع الركن بتوع المستوى ده. اهو. ودي الزرة بتاعته. الزرة اللي في نص المكعب بزرات. هل دلوقتي انا عارف جيب علاقة بين الايه والار? اه تعرف. المستوى اللي احنا ارسمنا ده. او المستطيل اللي احنا ارسمنا ده. ابعده ايه في ايه? ابعده. البعد الواقف ده اللي هو ايه? اللي هو اللي تسكون اسمت. طب. النايم. هل ده ايه? لا. ده مش ايه. ده مسلس صح? لو ده ايه? فده ايه? ده وطر في مسلس. يبقى ده جزر ايه تربيه زد ايه تربيه? يبقى ده جزر اتنين ايه. فلو ده جزر اتنين ايه? فالبعد التاني من المستطيل ده ايه? فالمستوى ده ابعده مش مربع هو مستطيل ايه في جزر اتنين ايه? طيب. ايه رأيك في الخط ده? القطر بتاع المستطيل ده? كم ار? والله من النقطة دي للنقطة دي ده كده ار. وبعد كده مشيت زرة كاملة فمشيت اتنين ار. مشيت قطر الزرة كله وبعد كده مشيت كمان ار. فدلوقت اقدر اقول ان انا عندي مسلس كده. ده كده ايه? ده جزر اتنين ايه? والوطر بتاع المسلس ده اربعة ار. دلوقت انا اعرف اجيب علاقة بين ايه والار? بعلاقة اتفز غرص. اقول اربعة ار. اربعة ار بيسوي جزر. ده تربيه زد ده تربيه. بجزر ايه تربيه? زائد. جزر اتنين ايه كل تربيه لهم اتنين ايه تربيه? يبقى اربعة ار بيساوي جزر تلاتة ايه? يبقى لو عايزة اجيب علاقة بين ايه والار فاقول ان الايه? بيساوي اربعة على جزر تلاتة ار. او اقدر اقول ان ار بيساوي جزر تلاتة على ربعة ايه? دي او دي. فانت براحتك انت كده جبت علاقة بين الايه والار. ارجع بقى لعلقة الايه بي اف دي. ارجع للعلاقة الاول ايه اللي احنا كنا تكتبينها. يتشيل الايه وتحط اربعة على جزر تلاتة ار. يتشيل الار اللي فهو تحط جزر تلاتة على اربعة ايه. تلاقي ان الايه تكعيب بتطير مع الايه تكعيب او الار تكعيب تطور مع تكعيب يتبقى لك رقم. يعني انا هنا مثلا هشيل تكعيب دي. وحط مكانها ايه? احط مكانها اربعة على جزر تلاتة ار الكل تكعيب. فار تكعيب دي تطور مع الار تكعيب دي يتبقى رقم. لما تجيب الرقم على الال حسبة اطلع لك ان الاب اف عامل كيف. تمانية وستين في المية يعني تمانية وستين. لما اضربوا في تمانية وستين الميتود ربهم فالمية يبقوا 68% يبقى اباف بتاع Trump c 68% من المقاعد بتاع 섭 هنا فيه زرات والباقي 32% دول هو إحنا كده تكلمنا عن gives them number of atoms gives them to bail بعد كده عايزين نتكلم عن co-ordination number co-ordination number ده هو كل زر ملمسة كم زره? ابسط حاجة خالص او عشان توضح فيست الزره اللي في النص. فالزره اللي في النص دي هي كده كاملة يعني هي كده في صورتها الكاملة. ليه? في صورتها الكاملة? لان الزره اللي في النص دي مش موجودة غير في المكاعب ده بس. انما انت علشان تدرس زره في الكورنر يبقى لازم ترسم كم مكاعب لازم ترسم التماء نكاعبات وتشوفها بقى يا ملمسة كم واحدة. هتلاقي ملمسة تمانية زي الزره في النص برضو ما اتزرر في النص في وضعها ده كده لو 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 بصص ده كده تلاقي الزرر اللي في النص دي ملمسة التمن ملمسة التمن زررات. فالكوردينيشن نمبر بتاعي تمانية. لو كملت بقى لو عاي انت عايزت انا انت مش مصدقني. روح يا عم ادرس الزرة الكورنر. عشان تدرس زرة الكورنر. هتلاقي الزرة الكورنر برضو ملمسة تمانية. انهي تمانية. لو انت رسمت تمان مكعبات. بعد ما رسمت التمان مكعبات دول تلاقي الزرة اللي في الرقم. آآ بواليكم ندرس الزرة اللي في النص دي المتظللة دي تلاقي ملمسة تمن زرات اللي هما مين? اللي هما زرات المنتصف بتوع كل خلية هي مشاركة فيهم. يعني هي مشاركة في تمن خلايا. تلاقي ملمسة زرة اللي في النص بتاع المكعب ده. بتاع المكعب ده. بتاع الاربع مكعبات اللي جنبها. او 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 اللي تحت. وبتوع الاربع مكعبات اللي ايه اللي فوق تلاقي ملمسة. او خلاص اسهل لك في الموضوع ده تدرس الزرة اللي في النص. فالزرة اللي في النص هي خلاص. ليه يعني ليس اساحل على نفسي? عشان الزرة دي جوع الخلية دي بس. فخلاص فهي اه اه لو ملامسة تلاتة يبقى هية الزرة دي ملمسة تلاتة. يبقى كل الزرة ملامسة تلاتة. لو ملامسة اوها كزا. لو ملامسة اربعة تبقى كل الزرات ملامسة اربعة. فبص ع الزرة الف ونصة. لقد هزة زرادة الف بنص ملامسة اه تمن زرات. يبقىata نظر تنمبر ت準備 الزهرات. اه تمانية. طيب بعد كده شب loud نجيب او نعرف حاجة اسمها دا إتجاه التلامس. الزرة اللي في النص دي. بتلامس في انهي اتجاهها. بتلامس في الاتجاه القطري. بص اه اللي هو ده كده. الاتجاه القطري بتاع المكعب. يعني قبل كده كان بيلامس في الحرف. كان الزرتين بتاع الكورنر بيلامسين بعض. لو 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 شدينا خط بين مركز الزرة لمركز الزرة اللي ملامسين بعض تلاقيك ماشي على حرف المكعب. دلوقتي لو شديت خط بين مركز الزرات اللي بتلامس بعد. تلاقيك ماشي قطر المكعب. هنا اللي هو القطر بتاع ايه المكعب. هنا خلاص هنا حسب عدد الزرات اهو جابها اتنين زي ما اتكلمنا. دي العلاقة بين الا والار. جاب ان ايه بيساوي اه اربعة على جزر ثلاثة ار او ار بيساوي جزر ثلاثة على اربعة ايه. هنا الاي بي اف جابه وبيساوي تمانية وستين في المية زي ما جبناه. يبقى الملخص بتاعنا اه بيقول لك الاتوم لوكيتد ات تمانية كيوب كورنرز تمام دي قلناها ان ان اتجاه الازدحام او اتجاه التراص في الزرات هو ايه? هو الدياجونال. هو القطر بتاع المكعب. اه امثلة على العناصر اللي موجودة في بيساوي اشهر عنصر موجود بيساوي الحديد. ولو تعمقت شوية في المادة تلاقي الحديد ده فيه زاهرة بيحصل فيه زاهرة اسمها زاهرة الالوتروبي او التقاصل. تلاقي الحديد ده سبحان الله. في الطبيعة او او في درجة الحرارة العادية بيهو بيساوي. لما ارفع درجة حرارته اه فوق تسعمائة وعشرة درجة ده بالنسبة للحديد النقي. لما ارفع درجة حرارته فوق تسعمائة وعشرة درجة. تلاقي البي سي سي ده تحول بقى في اف سي سي. تلاقي سبحان الله زرات كده مشيت وترصت عملت اف سي سي. ابرد ترجع تاني وهكذا. تلاقي الزرات بتغير من شكلها. ده دي زاهرة مشهورة قوي في في الحديد. بس الحديد في درجة حرارة. آآ بي سي سي. آآ التنجستان الكروم الموليبدرام كل دي عناصر آآ في الطبيعة. لما بتتجمد لما بحصل لها تبقى تبقى آآ تبرد. الزرات ترص بعضها على شكل بي سي سي. كوردينيشن نمبر بتاعه تمانية. البي سي سي. النمبر اف اتمز اتنين والا بي اف تمانية وستين آآ في المين. موسيقى موسيقى شكرا